السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو رح نحلو نموذج اختبارات الفصل الثاني لسنة أولى متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول اتفيدكم وتستفادوا نبدأ على بركة الله بسم الله مرحبا اسمي هودا أبي يعمل في البنك يستيقظ مبكرا على الستة أصبح يخسل وجهه ويديه وبعدها يصلي يفطر فطوره ويلبس حواجه عالستة ونصنة أصبح يروح للخدمة عالسبعة تأصبح يبدأ على ثمانية الخدمة التعوى ثمانية تأصبح وقت الفطور يروح ياكل فقط سندويج في محل قريب من مكتبه بابا يكمل الخدمة على الخمسة تلحشية كي يرجع للدار يشرب قهوة ويقرأ الجريدة فقط سندويج في محل فقط سندويج في محل فقط سندويج في محل ونعمر الجدول عدنا time اللي هو الوقت و event اللي هو الزمن أو الحدث عفوا إذن عدنا he gets up على قداه يتستيقظ نديره الوقت half past six الستة ونص وش يدير finishes work على قداه يكمل الخدمة after dinner وش يدير I read the text and answer the following questions Does Huda's father work at weekends هل بابت هودا يخدم في نهاية الأسبوع When does he practice sport وش منهار يمارس فيه الرياضة بعد القراءة الجيدة للنص تقدروا تجاوبوا I find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following نشرح كلمة wakes up ونشرح كلمة begins ثم نلقعه ضد كلمة late وكلمة before من النص ركزوا مليح التمرين الموالي I put the right activity under each picture عدنا أربح صور لنشاطات يومية رايحين نحطوا تحت كل صورة التسمية المناسبة للنشاط I do my homework I go to bed I brush my teeth I have breakfast I get dressed حطوا تسمية كل نشاط تحت الصورة المناسبة له نروحوا للتمرين الموالي I help Akram write the time رحين نعونوا أكرم يكتب التوقيت عدنا الساعة الأولى رايث 28 و 25 الساعة الثانية العشرة غير باع الساعة الثالثة السبعة ونص والأخيرة رحي التسعة قد قد الكتبوا الزمن بالحروف I help Yunus complete the following passage with on, in, at My sister starts school Half past eight She does her homework The evening she practices sport Saturdays عمروا بأن ولا إن ولا أت I change the following sentences to negative رحين نغيروا الجمل إلى النفي بإدخال نط في وسط الجملة I get up early at weekends حطوها في النفي My brother finishes school at half past three حطوها أيضاً في النفي بإدخال not في وسط كل جملة من الجملتين نشوفوا التمرين الموالي I help the little bird put each word in the right cloud عدنا كلمات تخلاص ب-S ولا-Es النطق دائماً تعال-Final S يكون S ولا Z ولا E's عندنا ثمان كلمات رحين ترتبوهم على حسب نطق الحرف الأخير اللي هو S ينطق S حطوه في الغيمة الأولى ينطق Z في الغيمة الثانية وينطق E's في الغيمة الثالثة تشوفوا الآن الوضعية الإدماجية Huda wants to know about your daily activities Send her an email in which you tell her about what do you do on weekdays and at weekends Huda حبت تعرف على النشاطات اليومياً تاعة كنتاية وش تدير أيام الأسبوع وش تدير في عطلة نهاية الأسبوع إذن هذه هي الوضعية الإدماجية الآن تم معلكم غير توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم في ورقة ثم تقرنوا الإجابة نتاحكم بالإجابة اللي راح نحطها الآن لآخر الفيديو تابعوا باش تستفادوا إذن شوفوا معي الآن الجواب بعد ما تكونوا حاولتوا واحدكم ثم قرنوا مع بعض إذن شوفوا الجزء الأول من الأجوبة إذن ثم جاوبنا على السؤالين عدنا السؤال الأول جواب نتاعوا no he doesn't والسؤال الثاني جواب he practices sport on Fridays عدنا شرح كلمة wake up لهي get up والشرح كلمة begins لهي start عكس late early وعكس before هي after ثم I put the right activity under each picture كل صورة سمينا النشاط انتحة الأولى كانت I have breakfast الثانية I brush my teeth الثالثة I do my homework والأخيرة I go to bed شوفوا التمرين الموالي أو الحل الموالي كتابة الساعة إذن الأولى ترمز إلى 25 past 8 الثانية quarter to 10 والثالثة half past 7 والأخيرة 9 o'clock I help Eunice complete the following passage إذن my sister starts school at half past 8 she does her homework in the evening she practices sport on Saturdays ثم بدلنا الجمل من الأفرماتيب إلى النغاتيب بدلنا لهم النفي I get up early at weekends I don't get up early at weekends الجملة الثانية في النفي my brother doesn't finish school at 15.30 ثم عاولنا العصفور يحط الجو الكلمات على حسب النطق نتاع الفاينل عادنا starts takes and stops عادنا reads زد plays and goes وfinishes and practices and ease هذا هو الحل نتاع الفاينل الس كيف ينطق الس وزد و ease في هذا التمرين ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية وهي عبارة عن فقرة قصيرة وبسيطة موسيقى موسيقى I am 10 I am 10 years old every day I wake up at 7 o'clock a.m I wash my face and brush my teeth after that I get dressed at 7 45 I walk to school because it is near my house my lessons start at 8 o'clock a.m at midday I return back home to have lunch with my family I don't have classes in the evening منقراش لاشية at 7 o'clock p.m I revise my lessons I have dinner at 20 30 p.m I go to bed at 21 30 p.m إذن هذه هي الفقرة وكل واحد يدير النشاطات اليومية انتعوا رب يوفقكم وينجحكم يا رب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر